اشتركوا في القناة فسقا هم أهل النار والله نسيت الحديث المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الفساق هم أهل النار نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الفساق هكذا نصر قال عليه الصلاة والسلام الفساق هم أهل النار واضح؟ حديث صحيح فقام رجل قال يا رسول الله من الفساق؟ حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام النساء لكن لا تستعجل الحديث أعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفساق هم أهل النار فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله من الفساق قال النساء فقام آخر قال يا رسول الله أولسنا أمهاتنا أخواتنا زوجاتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يوجد شرط ولكنهن إذا أعطينا لا يشكرن وإذا ابتلينا لا يصبر إذن المرأة إذا أعطيت فشكرت وإذا ابتليت فصبرت لا تدخل في الحديث واضح لا تدخل في الحديث لأذا أما تأتي رجل أو داعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء فاسقات ما يصبح يجب أن توضح الحديث للناس للنساء بالذات للناس لأن ربما رجل يقول يا أخي هذا حكم يشع النساء فاسقات في منهم كذا وفي منهم كذا لا النبي صلى الله عليه وسلم وضع شرطين حتى تدخل في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الفساق هم أهل النار قام رجل قال يا رسول الله من الفساق فقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقال آخر يا رسول الله أولسنا زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا قال نعم ولكن هنا هنا الشرط إذا أعطينا لا يشكرني لهذا المرأة إذا أرادت أن تخرج من الحديث ليجب إذا أعطيت شيء أن تشكر ما تقول والله ما شفت خير منك يوم أسود يوم تزوجتك ما تقول هذا الكلام أو أنا ما عرف أو واحدة ما عرف أنا كيف كيف وفقت عليك ما عرف واحدة ما سويت لشيء في سحر لا لا تكوني هكذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا ابتلين لا يصبرن يعني بمعنى آخر إذا فقدت مال فقدت ابن تسمع العويل فإذا المرأة لم تسمع هذا لا تدخل حديث أعطيك مثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار حديث صحيح يعني لو جاء الرجل قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التجار فجار يعني لا نتاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار فقام الرجل قال يا رسول الله أوليس الله قد أحل البيء قال نعم ولكنهم يحلفون فيكذبون ويأثمون صلى الله عليه وسلم إذن هنا الشرط بمعنى آخر إذا كان التاجر لا يحلف كذبا واضح فإنه لا يدخل في الحديث كذلك النساء إذا كانت إذا أعطيت شكرت وإذا ابتليت صبرت لا تدخل في الحديث انتهى الموضوع واضح أما أن تأتي تحصل تقول لا بما أنه نساء إذا انتهى لا واضح بل إن المرأة إذا صلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وصامت شهرة تدخل من الجنة من أي أبواب الجنة تشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضح فهذا لا تقيد نعم